تسأل عن قول الله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعده موسى إذ قالوا لنبي الله مبعد تقول من هو النبي في الآية أختي أنفهد من السعودية بارك الله فيك وزادك الله حرصا على تدبر كتابه وعلى تعقل وتفهم معانيه هذه نعمة من نعم الله الأمر الثاني لم يثبت ذكر اسم هذا النبي لا في الكتاب ولا في السن ولذلك أبهم الله جل وعلا اسم هذا النبي لماذا؟ لأنه ما في فائدة من وراء ذلك لأن القصة لها عبرة فيها دروس ذكر النبي ما يضيف إليها شيء ذكر النبي ما يضيفه وهذه قاعدة يا أختي الفاضلة أي اسم في القرآن يبهم دلالة على أنه ليس له أثر في واقع القصة يعني ما يفيد شيء فتنبهي لهذا ولذلك أنت لما قرأ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذن هذا النبي كان بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملك النقاط إلى آخر الآيات فيها عبر و دروس و مواعو تستلهمينها من خلال قراءة كتب التفسير أما هذا النبي ما جاء يعني حديث يبين من هو موسى موسى